لا يزال ملف النازحين في العراق يراوح مكانه مئات الآلاف من الأسر تعاني شظف العيش في مخيمات النزوح وأخرى تمنع من العودة إلى مناطقها وسط عجز حكومي عن إيجاد الحلول سوى عبر الوعود والحديث الإعلامي المتكرر لا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن أعدادا أخرى تضاف إلى قوائم النازحين لأسباب شتى فقد أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة بابل عن نزوح أكثر من ثمانية آلاف عائلة مما سمتها منطقتين ساخنتين سابقا إلى مناطق أخرى والمناطق الساخنة هو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى المدن والقرى التي لا تستطيع فرض سيطرتها عليها بسبب هيمنة الميليشيات وعبثها بأمن المواطنين العزل كما جرى قبل أشهر في قرى نهر الإمام بمحافظة ديالة وكما حدث قبل ذلك في جرف الصخر وسواه من المناطق التي استولت عليها الميليشيات وحولتها إلى فكنات عسكرية ومنطلق لأنشطتها التي تشرف عليها إيران لا تقف معاناة النازحين على منعهم من حق العودة إلى ديارهم بل تتعداه إلى ما يعيشونه من أوضاع إنسانية مزرية في مخيمات النزوح فمن برد الشتاء والأمطار والسيول إلى حر الصيف اللاهب والعواصف الترابية الخانقة تأتي قلة المؤونة وانعدام الرعاية الصحية لتكمل سلسلة المآس التي تعيشها شريحة واسعة من العراقيين دون ذنب أو جريرة تحديات أمنية واجتماعية وخدمية ما زالت تقف حائلا دون إيجاد حلول دائمة لملف النازحين بسبب فقدان الإرادة لدى أساسة نظام المحاصصة المشغلين بصراع مناصب لا ينتهي فيما تظل مأساة مليون ومئتي ألف نازح في أدراج النسيان عدد قابل للزيادة في ظل نظام سياسي خرب ومسؤولين يفتقدون لأدنى درجات الأهلية في إدارة البلاد